موسيقى 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 هي هاد الفاجئة اللي وقعت بالطبع ممكنش يكونش واحد اللي ما يكونش عنده واحد شعور خاص بالنسبة له الطفل لانها لا حمله القوة ثلاث اولا تخيل انه واحد طاح من عشرة ديال الطبقات ثلاثين مدرور ها هي عشرة ديال الطبقات فاش وقع كنظم انه تخفف ديك النوزول دياله بديك السرعة لان الوزن دياله مع السرعة ديها بالسرعة يمكن لي انها كانت يتحك مع ديك جوانب ديال داك البيغ هو اللي نقصت شوية داك الهوبوط دياله السرعة لو اعلم كيف في الحالة دياله الان واش وقع شي كاسر واش وقع شي حاجة لو اعلم شنو وقع منوصل هادك على ما كي تبضحوا على الكاميرات اللي تبينوا الحالة دياله مؤخرا انه ما زال بقي حي هاده ومن الامور المهمة وانه مساعدوه على ما يظهر بالوكسيجين الان كي المشكلة الماء كي التغذية كي البرودة كي الحرارة كي الحالة دياله واش نتمنوه انه ما يكونش عنده اشي نازيفة لما كي ضار ما كانش كانش حاجة بسيطة لانه كان اطرت عليه تلقائيا الان ممكن ان القلوب اللي رأيان هو معجزة لبقي عيش حتى لهذا الوقت الان وصعب هاد الحالة يمكن تكون العكس تكون كاريتا وكانين واحد العدد كبير ديال الاخصائيين اللي رأيهم في عين المكان اللي بقي الان هو التوجه ديال كل المواطنين المغاربة وكل الدول اللي مضارنا على قضية ديالها هي نتوجه لهذا الطاقم ديال السلطات اللي رأيهم في عين المكان اللي هي احسن منها باش تعرف شنو كيد علما كي ظهر انه تربا هاديت مش يحجر لونك كان واحد الخطورة انها نزول ديال التربا تانيا كان خطورة ديال جيشتا قد يودي وغيب الغيس كان خطورة انه يكون نهيار ديال التربا داخل البيئ أو خارج البيئ كان خطورة تنهار داك التربا على الناس اللي تحفروا اللي تحفروا لونك كان عدة وسائل اللي كياخدوها بعلا اعتبار ديالما بقاش قضية ديال السرعة باش تحفر ولكن شنوية ضمانة باش تحفروا انتا كنظن باللي انهم مؤخرا راوصلوا العمق ديال الحافر والان كان فواحد وفوقي وغادي يرجع سطحي وغادي يمشي وغادي يدخلو اوريزونطال وعندو من مؤسائل باش بلاي كاميرا ودرشي باش عرفوا تقريبا ديال العمق فان كين ارايان وفان كين الوسائل ديال الانقاذ الان لش ما قدرنا الله ما ندره الا ما نرفع الديناء وندعوه معهم وندعوه مع الله سبحانه وتعالى يخذوه من هذا المأزق ويساعد العائلة دياله بالخصوص ام دياله والعاب دياله وهذا التوجه ديالنا هو الدعاء كل مغاربة يقول ان هذه الفاجعة مأساوية كتجمع كتر من اي شيء اخر لا الكرة ولا اللعب ولا هذا هذا كي يجمع وانا تضح بان المغاربة كلهم على قلب واحد كل شيء يتقس ودرها واحد شيء كبير وكان شوفوه ان الدول جوار حتى هما كيتعطفوه لما كتكون الحياة ديال الانسان في الخطار كيتبدلوه المعطايات وهذه المعطايات كيتبدلوه ضغص لنا جميعا لحنا الدول كلها ان الحياة عندها احد قيمة كبيرة وانا من احيها كما احيي الناس جميعا ما تعرفش دعوة ديالشي واحد تستجبوه هي اللي غادي تكون تقنعها او شيء عمليات ديالناس اللي غادي تطوعوا وبالشي خرجوا وغادي تكون هيا السبب لكن هنا كان دولة باكملها وكان شعوب اخرى متابعة الحالات ديال الاريان وتمنو الله انه يخلو السلامات في اقرب وقت لانا الان هات الساعات اللي بعد ستين ساعات ديال الحصار في واحد توقع صغيرة في واحد الانسام معينة في واحد احتياج الماء احتياج الحراريات التربية احتياج الاكسيجن احتياج النفساني الوينز انه تبقى في واحد الظلمة الفضل فترة كلها كان اعتبر بكل المعلومات وكل المعطيات الصحية والطبية ان الطيف الاريان معجزة من معجزة وتمنو الله انا اخرج من من هذا المعزق وهذا الحفراء وهذا البير ان شاء الله هذا ما كيش فيه نيبو كي انتعامل مع الارض يلي يبدأ بها انا مبقى شي غادي جيب واحد تيو جيبو طبطة وديرو مو كان جيبوه يا هذوك سحب يحفروا البيران وراهو كان قدروا الغراث ولا هذوك يحفروا البير ستين متر يحفرها بربعة خمسة ساعات ماشي تقنية خطورة التعامل مع بشكل حالة كي التعامل ديال البيئة ديال الارض ديال انهو الطيفل ديال تلاتين مترود كنشعال ديالعوامل اللي ما غاد يعرفوها الاخصائي اللي كنتما الان الانتقادات والكلام الفارغ اللي ما غاد معجزة شي حاجة الانسان يبتعد منه والتي توصله هو اشجاع الناس الذي ديرين واحد مجهود جبار كالناس اللي خدامين تقريباً 840 ساعة ما نعسوه ما قلسوه ما وادوه دونك كي خسنا نساعدوهم ولو حتى بنبعد ونخليو ديك المنطقة تكون حره لهذا العمل الجبار وكل شي كينتظر أنه خرج أما بدخلوه هادي فماشي هذا الطيف اللي غس كديرلو الإنعاش أو غجيبوهن المصحة أو المستشفى ونعالجوهن ديرو لا واعطوهنك جاعدكو أي طبيب تخليه قد يعطي القرايان ما بقاش القضية ديال التقنية ولا الطيب ولا العلم أعطيهن أي طبيب مختص في الإنعاش وعطيهن أكسيجين عطيهن الوسائل غتي يكون عندهه فعالية إيجابية قوية الآن الوسائل اللي كتجمع باش تساهم في خروج ديالو هي صعوبة الدول كبيرة راح تهيات حاصلات في واحد الأمر بحلاكة قلنا والله أنا ما زيش اشتاع ديال منطقة مع الغيس ومع الطربة ليسألة إحنا ما عارفيش المعطيات كنشوفوها غير من بعيد لكن خباراء رام في عين المكان وكنظن أن المغرب جاب قاع الخباراء اللي عنده وقاع الوسائل اللي عنده وهذا الشي كيمعني أن شخص واحد فرض واحد مغربي كيمكن يتزع عليه بلد كلها على واحد وهذا هو المفهوم وهذا هو المعلومة وأن الحياة تعزيزة عند الله وانتمنى الله ربحانه وتعالى كيمحالك يقولهم يحسب الموزود يدوا أكل بيت الأم عندها ولا الأب عنده أحد الإبن في خطار أو هذا شيء لا ما عندكش تعبير دياله لابدا كانت هنا عينيه أول حاجة اللي غادي يحتاجها كنظن غيان يشوف أمو تقول فهيشو فارغة ترجع فيه رغوة ترضع فيها مع المساعدة ومع الأكسجين ومع هذا غيكو نعيش وشي لاخر كله إن شاء الله غادي يخرج السلامة الغيان هو نفس الإذن للإبنية اللي دي توفى عليها هذا الشعور الخاص للطفل هذا وانتمنى الله أنه يعيش ويطول الله على عمره الله يصبركم الله يصبركم إحنا معاكم وإحنا كان شعروا بهذا الشعور ديالكم وانتمنى إحنا الدعاء ديالنا هو اللي كيام هنا بهذا وقت والقلوب ديالنا كلها متوجه لكم ومشاري ديالي ديال المغاربة كلها وهذا ربما شي سهل باش يكون كل القلوب موحدة على الطفل عنده خمس سنوات هذا كيعني ما كيعني بالجانب ديال الروح الالتحام ديال الشعب المغيبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة